بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بالعهد إن الأهد كان مسؤولا صدق الله العلي العظيم شعب العراق الكريم شعب العزة والتاريخ والكرامة والمعاني العالية أرفع عليكم اليوم أسمى التهاني مع حلول عيد الأضحى المبارك داعي للمولى أن يعيده على شعبنا والإنسانية بوافر من الصحة والأمن والخير والرفاه أعود إلى شعب العزيز ليضع عمامه الحقائق منذ اليوم الأول لتكليفي بتشكيل هذه الحكومة هدفنا هو انقاذ عراق من شبح الفوضى والتصادم الداخلي وهو الخطر الذي كان مثلا أمام كل الشرفاء والخيرين والأحراب حاول الجهات مختلفة الدفع لإغراق الوطن بالدماء وانهى آماله في التعافي واستعد التوازن بعد مرحل الانتصار على تنظيم داعش الارهابي تقاطعات وصراعات داخلية وأقليمية ودولية صارت تهدد مجدداً عن العراق وسيادته ووحدة أراضيه ومستقبل شعبه بينما خلفت سنوات طويلة من الفساد المنظم وسوء الإدارة والمحسوبية غياب التخطيط مشاكل اقتصادية واجتماعية في هذه الظروف ووسط تحديات الاحتجاج الشعبي والظرف الاقتصادي وانتشار وباء كورونا انطلقت اتهامات وافتراءات ضدي شخصياً وضد كل من يقترب بني وظيفياً وإنسانياً سبقت ورافقت وعقبت تشكيل هذه الحكومة أرادت النيلة مني ومن سمعتنا وقيمنا التي ربينا عليها كوطنين عراقيين أحرار ومع استحقاقات تشكيل حكومة التي ردنا لها أن تكون متوازنة وقوية واجهنا لمدة شهرين من عمر الحكومة عراقيل عديدة لكننا ركزنا على أهداف الأساسية الصادقة والسامية لهذه الحكومة والتي حددناها منذ البداية وفي إطار المنهج الوزاري بالمعايير التالية أولاً الإعداد لانتخابات حرة ونزيهة وعادلة تنتج مجلساً للنواب ينتخب حكومة جديدة لتمثل إرادة الشعب وتطلعاته وقد شكلنا منذ اليوم الأول لانتخاب الحكومة لجنة مختصة لتدليل العقبات أمام القانون وأمام قانون الانتخابات ومفوضية الانتخابات وخلصت هذه اللجنة إلى نتيجة ساعلنها في نهاية هذه الكلمة ثانياً مواجهة الإزمة الاقتصادية المتفاقمة وقال سعينا بدون كلل للعمل على ورقة اصلاح شاملة باسم الورقة البيضاء من شأنها عادة حياء الاقتصاد العراقي وحل الإزمات المالية المتوقعة تفاقمها خلال أشهر المقبلة وتفعيل إنتاج الزراعي والصناعي وإدخال مشاريع لمعازل إزمة شبابنا العاطلين على العمل وانعاش السوق ووضع الاقتصاد العراقي على السكة الصحيحة عبر إيقاف الهدر والاستغلال المال العام ولأن كلمة السر التي نفهمها في كل الإزمات العراقية المرتبطة هي الدولة ونرى أنه لا تجد حلول لتلك الإزمات بدون استعادة هيبة الدولة وتمكن الدولة من فرض سياستها وقوانينها ولهذا قمنا بسلسلة من التغييرات الإدارية لمنع انفراط مؤسسات الدولة ومنع أن تكون ضعيفة مستغلة من الفاسدين وضعاف النفوس واصحاب المصالح الغير وطنية وكانت حملة المنافذ مثالاً على بسط فوض الدولة وتفعيل إجراءات القمارق والضراء رفضنا الحلول الاقتصادية الترقيعية والاستعراضية التي كانت رادة منها أو تمريرها على الشعب ومضينا تطهير مؤسسات من الداخل لمنع الفساد وجردنا الكثير من النافذين في ملفات الفساد من عناصر قوتهم والهيمن على المنساة الرسمية كخطوة أولية ضرورية قبل أخضاعهم للعدالة وجهنا بتدقيق كل الرخص الاستثمارية الغير منفذة والمشاريع المعطلة للتوصل إلى حل جذر شامل يتضمن أما بدء البناء والإنجاز في هذه المشاريع أو سحبها فوراً ورفع دعاوى قضائية ضد كل من عبث بمال عراق وتاجر وارتشى لإبقاء عجلة العمل متوقفة بدنا خطوات عملية في مجال استثمار الغاز العراقي بعد سنوات من الهدر الذي لن أبالغ إذ قلت إنه كان متعمداً ثالثاً مواجهة إزمة كورونا وهي إزمة عالمية خطيرة لم تكن المؤسسات الصحية في كل دول العالم مستعدة لها ناهيك عن المؤسسات الصحية العراقية التي نخرها الإهمال والفساد وضعف الإدارة لسنوات طويلة تسلمنا مستشفيات تعاني من الفق والاكتظاظ ومستشفيات استثمارية معطلة لم يتم افتتاحها منذ سنوات وقمنا فوراً باستلامها وقمنا فوراً باستلام بعضها والبد بإجراءات دارتها لمواجهة وباء كورونا كما سنستلم باقي المستشفيات التي تفتح أمام المواطنين خلال أشهر المقبلة مع ميزانة الدولة الشحيحة لم نتوانى عن تقديم أي دعم للمؤسسات الصحية والكادر الصحي البطل من أجل النهوض بواجبه في هذه المرحلة الحساسة رابعاً مواجهة الاضطراب الأمني ورفض تحويل عراق إلى ساحة تنازع مصالح أقليمية ودولية وبلد تعبث فيه الجماعة الخارجة على القانون والجريمة المنظمة فساداً وقد كنا واضحين وحريصين منذ اللحظة الأولى في إكمال المرحلة الأولى من الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة على أن يكون المعيار هو سيادة العراق ووحدة أراضيه والتعاون مع شقائه وجيرانه وأصدقائه قلنا لن نحتاج إلى وجود عسكر أمريكي في العراق بقدر حاجتنا إلى التعاون في المجالس الاقتصادية التعليم الثقافة الصحة والتعاون الأمني والتسليح والتدريب لقواتنا العراقية البطلة وكذلك التحالف الدولي نسعى للتعاون معه لتدريب قدراتنا إن حفظ أرواح وسلامة البحثات الدبلوماسية ومن دعمونا في الحرب ضد داعش هي مهمة الحكومة وتقع ضمن التزاماتها السيادية الدولية رفضنا في السابق جرى العراق لاسياسة المحاولة الأقليمية والدولية كما أكدنا احتمال مبدأ التعاون وعدم التدخل في الشؤون الداخلية بيننا وبين جيراننا وأصدقائنا خامساً التحقيق المستقل العادل في كل ما صاحب التظاهرات التشرين 2019 والأشهر التالية لقد وضعنا نصب عيننا منذ اللحظة الأولى أن جراءات التقصي العادة تبدأ من تهديد الضحية وما يتيح أرضية رصينة وقانونية خارج طاقات الشعارات والاستعراضات للبد باسترداد الحقوق ووضع المتورطين بدم العراقيين أمام العدالة وبعد شهرين فقط وبعد شهرين فقط من التقصي والتدقيق وضعنا قامل لشهداء أحداث تشرين تضم 561 شهيداً بطلاً ومغدوراً من شبابناً المتظاهرين والقوى الأمنية البطلة لشمول عوائلهم بكل حقوق الشهيد المعنوية والمالية سنعمل إجراءات التحقيق العادل بكل ضحية من أجل إحقاق الحق ووضع المجرمين أمام القضاء كالتزام أخلاقي وديني ووطني لن نتنازل عنه حتى يعود الحق إلى أصحابه خواتي أخواني أبنائي في كل مكان على مساحات الوطن وعدناكم بأن لا تنظر 72 ساعة على أحداث ساحة التحرير الأخيرة قبل أن نحدد المقصريين وتظهر الحقيقة وهذا ما فعلناه قال الإمام علي عليه السلام أشرف الخلائق الوفاء ونحن اتقطعنا عهداً بأن نعمل على إعادة الأمانة التي طوقت أعناقنا إلى الشعب العراقي العظيم فإنني أعلم عن تاريخ السادس من حزيران من عام 2021 موعداً لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة وسنعمل بكل جهودنا على إنجاح هذه الانتخابات وحمايتها وتأمين مستلزماتها كما نطالب من الأخوة في مجلس النواب الموقر إرسال قانون الانتخابات للسيد رئيس الجمهورية للمصادقة عليه وأن تتمتع مفوضة الانتخابات باستقلالية كاملة وإنتج الانتخابات بوجود مراقبين دوليين ونتعهد بمنح كل القوى المتنافس الحماية والرعاية المتساوية لخوض الانتخابات لا يؤثر فيها سلاح المنفلت ولا تزور فيها إرادة الشعب ولا تصنع نتائجها إلا خيارات شعبنا العراقي الحرة لذلك أدعو أن ينتظم الشباب والأحزاب السياسية والمفكرين والوجهاء والاستعداد لإحداث نقلة نوعية وانتشار العراق من فوضى الصراعات إلى الأمن والازدهار والتنافس السياسي الشريف إرادتكم ستغير وجه العراق وتزيل عنه غبار سنوات الحروب والدم والنزاعات إرادتكم الحرة ستصنع عراق عراق الأمل لا عراق التراشق والمؤامرات والفوضى وفوضى الصلاح المنفلت لسنا دعاة إزمات بل نسعى إلى الحل ونحن لن نهدع شعبنا أو نتلاعب بمقدراته فهو الشعب العراقي العظيم سليل المجد وجوهرة الحضارة ومنبع الكرم والإخلاص والتضحيات السلام على شعب عراق يوم شيد الأخلاق والقيم الشاهقة ويوم حمل الثقل المبادئ العظيمة جيلا بعد جيلا ويوم نزف من جراحه الغائرة دمًا عراقيا طهرا يضيء بالحق السلام على دجلة والفرات السلام على النخل العراقي الأبي وعلى القباب المقدسة والأولياء والأنبياء السلام على عراق وشعب عراق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة